مع استمرار القتال بين القوات الروسية والأوكرانية على خطوط المواجهة، تتدفق المزيد من المساعدات العسكرية الغربية لتعزيز القدرات الدفاعية لكييف في مواجهة روسيا. الولايات المتحدة أعلنت عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى مليارين ونصف مليار دولار، لترفع إجمالية المساعدات الأمريكية لكييف منذ بداية الحرب الروسية إلى أكثر من 26 مليار دولار أمريكي. تشمل الحزمة الجديدة من المساعدات 59 مركبة قتالية وتسعين ناقلة جنود مدرعة وعربات قتالية، لكنها لا تضم الدبابات الثقيلة التي لم تعلن واشنطن حتى الآن استعدادها لتزويد كييف بها، مبررة هذا التأجيل بمسائل تتعلق بالصيانة والتدريب. قرار واشنطن جاء قبيل عقد وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين للدول الداعمة لكييف اجتماعاً في قاعدة رامشتان الأمريكية لبحث مسار المساعدات العسكرية لأوكرانيا. اجتماع يأمل الرئيس الأوكراني فولودمير زلينسكي منه صدور قرارات قوية، مثل إرسال مركبات مدرعة ثقيلة تعزز قدرات بلاده الدفاعية والقتالية. أحد أهم العناصر التي ستساهم في انتصار أوكرانيا ميدانياً هي الدبابات والتي نتفاوض مع شركائنا لتزويدنا بها، وأشكر كل من اتخذ بالفعل القرارات المناسبة. أنا ممتن لرئيس المجلس الأوروبي الذي زارنا في كييف ودعا أوروبا بشكل واضح لاتخاذ قرار بشأن الدبابات. وبينما يدفع حلفاء كييف من الغرب نحو تحقيق تفوق عسكري لأوكرانيا، تسعى الأخيرة للضغط لامتلاكها دبابات ثقيلة وحديثة تستطيع أن تغير من خلالها مسار المعركة لصالحها. تغيير يخشى الغرب تطوره من خلال استخدام تلك الأسلحة في استهداف عمق الأراضي الروسية والقواعد الجوية والبحرية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. وهو ما يأخذ الحرب الأوكرانية الروسية لمنحا جديد، إذ حذر الكرنن الغرب من عواقب تسليم أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى تؤثر في شكل الصراع والأمن الأوروبي.